دوريات مراقبة بالقرب من معسكر الأمم المتحدة في مدينة غاو النيجيرية إنها مهمة خطيرة للجيش الألماني إذ في كل مكان يمكن أن تكون هناك شراك متفجرة فقد سبق لعناصر إرهابية أن قصفت من هنا المعسكر والمطار الرقيب أول كيفين بي يؤمن مع رجاله منطقة الهبوط في المطار ويرصدون تحركات الأشخاص والمركبات المشبوهة هنا يمكن لأي أحد أن ينصب صواريخ باتجاه المخيم ويقصفه بنيران غير مباشرة إذا فنحن نسجل حضورنا هنا من حين لآخر لمنع أي محاولة لشن هجوم من هنا ولتأكيد سيطرتنا على المنطقة إننا هنا لنتمكن من اتخاذ إجراءات مبكرة لدرء أي خطر من شأنه أن يهدد معسكر كاستور في معسكر كاستور يتحدى الجنود الألمان والهولنديون التابعون للأمم المتحدة يتحدون الحرة والغبارة من أجل تأمين السلام الهش في شمال مالي ويزداد قلقهم حاليا على سلامتهم الشخصية بعد أن تعرضت ثكنة مجاورة تابعة للجيش المالي في الثامن عشر من يناير إلى تفجير انتحاري عنيف في جاو عاصمة شمال مالي لا يفهم كثيرون لماذا لا يتلقون المساعدة من قبل جنود بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي في حربهم ضد قطاع الطرق والإرهابيين بو بكر توري مدير محطة إذاعية صغيرة يدعو مثلا إلى تبني قوات الأمم المتحدة لنهج أكثر سرامة لا يجب الانتظار حتى يأتي العدو بل يجب الذهاب للبحث عنه ومطاردته إلى آخر الزاوية وذلك لكي لا يتمكن من تحضير أي هجوم لكن إذا بقيت قوات الأمم المتحدة في المخيم تنتظر مجيء العدو فأن الوضع سيكون صعبا في مخيم كاستور يدرك الألمان الموقف الناقض للماليين لكنهم مقيدون بالمهمة التي أكلت لهم من قبل البرلمان الألماني لم نصل بعد لمرحلة تنفيذ عمليات هنا في معلي وهذا ما أوضحناه وقلناه للناس الحقيقة طبعا هي أنه لابد لبعثة الأمم المتحدة من أن تفعل شيئا من أجل الوضع الأمني وهنا هو دورنا يستعين الجنود الألمان منذ فترة طويلة بطائرات دون طيار من تراز هيرون لرصد أي تحركات للعدو على الأرض وستعززها قريبا بأربع مروحيات نقل ومروحيات حربية